أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحادث الإرهابي بسيناء وقال عبر صفحته على مواقع التوصل الاجتماعي إن أبناء الوطن من المخلصين ما زالوا يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن وأكد رئيس السيسي أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب هذا وتقدم رئيس السيسي لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الشهداء بخالص العزاء متمنيا الشفاء العاجل للمصابين داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها